بقى في التشغيل السيرفر المحلي هتلاحز ان هو طبعا اه بدأ ان هو يكون ليه علامة خاضرة كده في عندك فتقدر تفتح منها من خلالها السيرفر المحلي وزي ما شايف كده الصفحة القدامة دي بتعرض لك مجموعة عن المعلومات الخاصة بالسيرفر ده. وتقدر تروح على الفولدر بقى اللي انت آآ اللي هو معمول فيه السيرفر ده. فعلى او اي مكان تعمل له فيه. بتقع على الفولدر بقى تروح على المجلد اللي هو دابل 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 واي موقع عاوز تنشئه لازم تعمل له فولدر هنا. زي ما انا شايفين كده. انا بعمل فولدر باسم الموقع اللي انا عاوز اعمله. فانا هعمل مسلا موقع انا سميت مسلا ماي ويبسايت او اي اي شيء. فالفولدر ده هو ده اللي حيتحط فيه الويبسايت بتاعك وكل الملفات الخاصة بالويبسايت بتاعك. دلوقتي تم انشاء الفولدر. بتروح بقى على الصفحة الإلكترونية. وكل ما عليك هو ان بس اسم الموقع. بالشكل ده. خلص انت كده فتحت او صفحة خاصة بالموقع. جاه الفاضل بس ان انت هتحط بقى الصفحات بتاعتك عشان تبدأ ان هي تظهر قدامك. ومبروك عليك.